عاش الإنسان على هذه الأرض منذ مئات آلاف السنين لا نعلم عنها شيئا إلا من خلال ما ذكره الله لنا في القرآن الكريم والسنة النبوية ومن خلال الآثار والكتابات القديمة التي بقيت كشاهد على الحضارة الأولى وفي الوقت التي تشير فيه الدراسات الأولى إلى أن أقدم عمر ثماني للبشرية يزيد عن 520 ألف عام وعلى أقل تقدير فإن أقدم تاريخ مكتشف للكتابة كان منذ 5500 ألف عام فقط فكيف عاش الإنسان في العصور الأولى قبل ذلك؟ وماذا امتلك؟ بل وأين وصل؟ وهل كان هناك تقنية قديمة؟ اختفت في عصر من الزمان يبقى العلم وحده عند الله سبحانه وتعالى ولكن ما يتم اكتشافه يوما بعد يوم يثير الشهوك فينا أكثر إلى أن التكنولوجيا لم تولد في العصر الحديث فمن بطارية بغداد النحاسية إلى فوانيس الفراعنة الكهربائية ومن طائرات شعب المايا الذهبية ونقوش خضارة مصرية إلى أحرامات الكريستار المضيئة في قاع المحيط الأطلسي تظهر الأرض لغزا قديما من ألغاز حياتها الطويلة وتكتب لنا قصة نرويها عن ولادة التكنية الحديثة يرى أصحاب هذه النظرية أن التكنية كانت جزءا من عالم الأولين وبصورة غير معروفة لأن هذه الحضارة تدمرت وانتهت في وقت غير معروف من الزمان يرجح البعض أنها حضارات تعود إلى ما قبل الطوفان وهناك دلائل كثيرة تشير إلى أن نهايات مأساوية قد لحقت بحضارات وأمم محترفة كانت تقيم على سطح الأرض عبر مختلف العصور وانقرون السابقة ويخبر أصحاب هذا الاتجاه بأن هذه الحضارة التي نعيش فيها اليوم فقد لا تكون الحضارة الوحيدة المتقدمة في تاريخ البشرية وهو تصور يؤمن فيه أصحاب هذه النظرية وإلى حد كبير بعد أن توالت الدلائل على أن حضارات سبقتنا بآلاف السنين كانت قد اكتشفت احترعت أشياء كنا نعتقد أنفسنا أول من توصل إليها فمثقا لوجهة نظرهم ليس من المستبعد أن تكون هناك حضارات غابرة كانت أكثر تقدما وتطورا من حضارتنا الحالية وفي الجهة المقابلة لا يقبل أصحاب النظرية العلمية بهذا الشيء أبدا ويرفضون النقاش به حتى بل يعدونه ضربا من الخيال والمبالغة ولكن التساؤل الموجهة لهم هل لديهم ما يثبت أن حضارتنا هي الأكثر تقدما في تاريخ البشرية؟ لا نملك دليلا قاطعا على ذلك إلى الآن فلو كانت حضارتنا هي الأكثر تقدما عبر التاريخ فلماذا نعجز عن إيجاد تفسير لأمور كثيرة أنجزتها الحضارات السابقة كالأهرامات المصرية والأهرامات المائية وغيرها؟ وهنا نعرض عليكم أمورا اكتشفها علماء حضارتنا المعاصرة بأنفسهم تكشف مدى التطور الذي حققته حضارات عديدة في تاريخنا البشري في نهاية عام 1900 تمكن علماء الآثار والمهتمون بدراسة أعماق البحار من اكتشاف آلة رامضة في قلب سفينة غارقة تشير بعض رموزها إلى أن صنعها يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد تتألف من عشرين ترسا وقفضل الغرض من صناعتها رامضا ومستعصيا على الفهم فترة طويلة وبعد جهد كبير أن هذه الآلة تساعد في تحديد وقت شروق الشمس وغروبها وقاطف هور القمر وحسابات حركة الكواكب في نظامنا الشمسي ومن خلال الدراسة لاحظوا أن رؤوس تروسها مقطوعة بدقة وبزاوية مقدارها 60 درجة وبعد أن تفحصوا الأجزاء الأخرى توصلوا إلى هذا الاستنتاج بأنه من المستحيل صنع هذه الأجزاء يدويا مما يؤكد أن الصانعي هذه الآلة كانوا يملكون معدات وتقنيات ومصانع متقدمة جدا وهذا الاعتراف كان من مؤيدين نظرية العلمية لولادة التقنية الحديثة وعلى الرغم من أن هذا الاكتشاف مدهش إلى حد كبير إلى أنه صغير بجانب الاكتشافات المتتالية تشير المصادر إلى أن موقع المدينة المفقودة في وسط المحيط الأبلسي بين إفريقيا وأمريكا الجنوبية وقد بات في حكم المؤكد أن حضارة متقدمة جداً كانت في هذه القارة وخصوصاً بعد أن اكتشف تعاليمة البحار بولين زالتسكي مدينة كاملة رارقة في مياه الكوبية القريبة من مثلث برمودا تعود إلى مئتي ألف عام وفقاً لنتيجة دراسة عينة منها بالكربون المشع وعلى بعد بضعة كيلومترات باتجاه المحيط الأبلسي وجد لغزاً آخر يؤكد على وجود حضارة بالغة التطور فقد تم اكتشاف عام 1960 بقيادة عالم المحيطات الأمريكي مير فيرلاج لاستخدام الماسح الضوئي وموجات السونار اكتشف جسمين مصنوعين من الكريستال يتمركزان في قوع المحيط وعلى شكل هرمين ثلاثي الأبعاد يصل حجمهما إلى ثلاثة أضعاف حجم هرم هوفو ويقع على عمق ألفا متر تحت سطح الماء تختص تلك الأهرامات الكريستالية بصفات تجعلها تحويل كثير من الأسرار من أبرزها الإضاءات المختلفة التي تشع منها وتتسبب في إنارة المنطقة المحيطة بها كذلك الحام الكريستالي المستحدث في بناء الهرمين تعد من أكثر أنواع الكريستال شفافية وتمتاز بقدرتها على تحمل الصدمات المائية بالإضافة إلى قدرتها على تخزين مجالات كهرومغناطيسية كبيرة وقد أشع عدد من علماء الديولوجيا أن ثمت علاقة بين غرائب وحوادث منطقة مثلث بارمودا وجزيرة أطلانتس المفقودة وقد فسروا ذلك بأن الأهرامات الكريستالية الواقعة في تلك المنطقة والتي كانت بمثابة المصدر الرئيسي الذي يمد الجزيرة بالطاقة الكهربائية منذ أكثر من خمسين ألف عام هو ما تحول إلى طاقة كهرومغناطيسية هائلة بقاع البحر يؤثر على كل ما يدخل بمحيطها فيسبب الحوادث الشهيرة فوق مثلث بارمودا فقد ذكر أفلاطون في كتابه أن حضارة أطلانتس فتدمرت عن بكرة أبيها في ذال يوم مرعب وليلة عاصفة ابتلعتها مياه البحر في نفس مكان اكتشاف المدينة الغارقة اليوم فهل كان ذلك مجرد صدفة؟ وفقا لأفلاطون أن جده طولون أخبره خلال رحيته إلى مصر أن الكهنة المصريين أخبروه عن مدينة من الخيال بروعتها وتقدمها العلمي لم يروا مثلها في حياتهم أبدا وما يؤكد ذلك المخطوطة المصرية المكتوبة على ورق البردة والمحفوظة في المتحف البريطاني تدعى مخطوطة هاريس وهي تشير إلى المصير الذي لقته كارلة أطلانتس وهناك محفوظة مصرية أخرى محفوظة في متحف هارمتاج في مدينة بوتروسبورغ تشير إلى إرسال فرعون بعثة إلى الغرب بحثا عن أطلانتس ومن الدلائل القوية على وجود التقنية في العصر القديم اللكوش الفرعونية في معبد إبيدوس بمصر حيث أظهرت رسما واضحا لطائرة من وحية فهل عرفوا الطائرات أم أنهم دونوا ما شهدوه بأعينهم من حضارة متطورة أضف إلى ذلك أننا وبكل ما نملكه من حضارة وتقدم لم نفهم إلى الآن كيف بنى المصريون القدامى تلك الأهرامات العجيبة ولا تقف القصة من هنا بل هناك أيضا عند شعب المايا إرث يخلد لغزا كبيرا وغامطة ويتمثل في الطائرات الذهبية التي عندما قام العلماء بمسحها حاسبيا وصنع مجسم عنها كانت قابلة للطيران وبشكل مذهل أضف إلى تلك الاكتشافات البطارية الكهربائية التي اكتشفت في البغداد وتم التأكد منها بما لا يدع مجالا للشق أنها عبة تقوم بتوريد الطاقة ومكونة من قضيب نحاسي ومواد كيميائية وتضبط جريا كفى عند المصريين القدامى ولا يجب أن ننسى هنا التقدم والتطور العلمي الذي أعطاه الله لنبيه سليمان عليه السلام عندما قام من عنده علم الكتاب بإحضار عرش بلقيس بلمح البصر وقد أشار الله تعالى إلى أن هذه العملية تمت عن طريق علم ومعرفة وليس سحرا ودجلا بالإضافة إلى العمران والقصور التي بنيت من القوارير الممردة فجميع الاكتشافات التي ذكرناها سابقا ما هي إلا غيض من فيض فهناك الكثير من الاكتشافات الأخرى التي أعلن عن بعضها وأخفي الكثير يقول أصحاب هذه النظرية أنه خلال ثلاثة آلاف من الأعوام الماضية ظلت الحضارة التقنية رائبة وبشكل مجهول إلا أن ظهرت فجأة وبشكل يدعو إلى الريبة ففي أواخر القرن التاسع عشر وخذان القرن العشرين ظهرت التكنولوجيا الحديثة وبشكل غريب وغير مفهوم ونحن هنا لا نتحدث عن ما وصلنا إليه اليوم ولكن نشير إلى كيفية ظهور القاعدة الأولى التي انطلق منها هذا التقدم الكبير لعل روايات الأديب الفرنسي جول فرن تدلنا على بعض المعرفة جول جابرييل فرن هو روائي فرنسي ولد عام 1828 وله العديد من كتب الخيال العلمي في روايته عشرون ألف فرسخ تحت الماء عام 1864 كتب جول عن رحلة في المحيطات العميقة مستعدما إحدى العواسات التي تدار بالطاقة الكهربائية والغريب بالأمر أن لا وجود لهذا الأمر في زمانه كما أن الكهرباء كانت في بداياتها ولكن الأغرب تحول هذه الرواية عام 1886 إلى اختراع حقيقي على أرض الواقع حيث اخترعت أول غواصة تعمل بالكهرباء وسميت بنفس اسم الرواية وليس هذا فقط فقد كتب عن الكثير من الأشياء التي أصبحت جزءا من عالمنا الآن ومنها ناطحات السحاب الزجاجية والقطارات فائقة السرعة والآلات الحاسبة وشبكات الاتصال حول العالم كما قال أنه سيتاح للبشر رؤية بعضهم عن طريق تقنية تسمى الهولوغرام وهو إسخاط ضوئي ثلاثي الأبعاد يؤمن لك رؤية الأشياء وكأنها أمامك وهو ما حدث بالفعل الآن وأطلخ عليه أيضا نفس الإسم الهولوغرام كما وصف في إحدى مقالاته عام 1889 بدين للجرائب بأنه سيكون أخبار تبث مباشرة متضمنة مجموعة من المراسلين والمذيعين الذين يديرون الحوار وتبقى لوكالة أنباعي Associated Press فإن أول نشرة مذاعة كانت عام 1920 أي تقريبا بعد ثلاثين عاما من تنبؤات جولفير قد يقول البعض أنه مجرد خيار علمي ترجم إلى واقع إذا أخذنا بهذا الافتراض فهذا يعني أن التقنية كانت موجودة في الأساس وهذه الروايات ما هي إلا إعلانا لما هو قادم وإذا اعتقدنا أنها مجرد صدفة فيمكن أن نقبل هذا في تصالف واحد أو اثنين أو حتى أكثر ولكن تحقق ما ورد في حواري عشرين روايا أمر يصعب على الصدفة فعله وإذا كل أنه رجما بالغيب فالأمر لا يقبل النقاش لأن الغيب بيد الله سبحانه وته ولا نعلم ما هو قادم سوى ما أطلعنا عليه سبحانه على لسان أنبيائه الكرام إذن يبقى احتمال واحد أقرب للمنطق وهو أن تكون هذه الأمور أصبحت سهلة التنفيذ بعد اكتشاف علم الكتاب والمعارف الخفية الفائقة وخصوصا أن الثورة التقنية تزامنت مع عصر التنقيب والاكتشافات الأثرية والمحطوطات والكتب القديمة ولكن تم تحضيرها بصورة غير مباشرة عن طريق روايات خيار العلمي أي أن العالم الغربي الذي نعتبره اليوم فائق الذكاء ما هو إلا ناقل ومنفذ للتكنولوجيا وليس مؤسسها وخصوصا أن نمط العرض والإعلان للتقنية والتخدم بقي كما هو إلى هذا اليوم فجميعنا يذكر عندما كنا أطفالا أثلام الخيال العلمي التي تعرض رجلا يتكلم من ساعته أو رجال آليين يقومون بمهام كبيرة أو حتى هاتف المحمول تنتز به أغلب الأمور في حياتنا وهذا كله أصبح حقيقي اليوم أي أن ما يتم عرضه اليوم ليس خيالا علمي إنما هو تحضير لما هو قادم قد يقول البعض إذا كانت كتب المعارف اكتشفت في القن التاسع عشر فلماذا لم تطبق التقنية فورا؟ الجواب البسيط لأن التقنية إذا تبخت بشكل كامل على مجتمع لم يعاصرها فإنه وبكل تأكيد سيخاف منها ويرفضها تماما كما حدث في بريطانيا عندما اخترع القطار البخاري ومما يثير الشكوك بأن التقنية السرية ظهرت في القن التاسع عشر لوحة فنية تعود لنفس القرن لإمرأة تسير في طريق ترابي صحري ممسك بيتها لما يشبه الهاتف الذكي تاريخ هذه اللوحة يعود لعام الف وثمانمائة وحمسين وهذه اللوحة توجد في متحف ميونيخ بألمانيا كما أجرى فريق بخث علميا أمريكي دراسة حول لوحة فنية منذ عام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين للفنان الإيطالي أمبروتو رومانو الذي توفي عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين تدور اللوحة حول هجرة الأمريكيين الأصليين في القرن السابع عشر وتبين من خلالها أن هناك رجلا أمريكي يحبك في هاتف ذكي وفي دراسة أجريت حول جدارية موجودة في متحف بول تشايتي في ماليبو كاليفورنيا تظهر حاسوب محمول مع منفذ يو اس بي منذ مائة عام قبل الميلاد فوفقا لهذه النفرية يؤمنون بأن التقنية الحديثة ظهرت لهدف واحد وهو إخضاع العالم لنظام عالمي جديد وهو ما يفسر انتشار الحداثة بين الجميع فلا يوجد شيء مجاني فإن كنت تعتقد أن الهدف هو الربح فأنت مغضئ لأنهم لا يحتاجون إلى هذه الأوراق الملونة التي نسميها نحن بالنقود فهم يمركون ذهب العالم بالإضافة إلى مطابع العملة والحاجة الرئيسية لهم فرض هيمنتهم على العالم بمساعدة التقنية والهاتف المحمول أصبح اليوم الورقة الناجحة ضمن هذا المخطط فجميع الهواتف الذكية تحمل ميزة التعقب وتحديد المواقع والآن أصبحت تفهم السلوكيات والأنشطة بالإضافة إلى الاعترافات الكاملة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يقول البعض أن هذه الأمور أفادت البشرية وهذا الاعتقاد صحيح وضروري بنفس الوقت فلتقبل النظام العالمي الجديد يجب أن تقدم لك أموراً تحتاجها وتسهل عليك حياتك وتفيدك وتسليك حتى تصبح جزءاً أساسياً منك وهنا يقدمون لك جاسوساً سرياً على حياتك وأنت ستتقبله بكل امتنان وسرور لأن المنافع التي قدموها بين يديك ستجعلك مشتتاً وهي رآبه بالهدف الأساسي من تقديمها أي أنهم فعلياً يضعون السم بالعسل ولا تقف الأمور عند هذه النقطة حيث تضاف اليوم إلى الهواتف الحديثة ميزة قراءة بصمة الأصابع وبهذا يأخذون بالإضافة إلى بياناتك وصورك بصماتك أيضاً وبالطبع لا يقبل عقل أن يعطي بصمته الشخصية لأي إنسان ولكن عندما تقدم لك بأسلوب تقني وبحجة حظ بيانات هاتفك وقفله بصورة آمنة وعصرية وعندها ستضع بصمتك بكل سرور وهم يحققون هدفهم بأخذ البصمة وتكوين سجل عالمياً كبير لم تعرف البشرية مثله أبداً هل سألت نفسك يوماً لما أصبحت بطاريات الهاتف مدمجة وهير قابلة للإسالة؟ بعيداً عن التفسيرات والحجج التي تطلقها الشركات فإن الهدف الحقيقي هو أبقاء جميع الهواتف متصلة بالشبكة العالمية للتعقب حتى ولو كمت بإطفاء هاتفك فإن الإشارة ستظل فعالة فيه وعندما تفرخ البطارية إلى قدر معين تقوم بفصل الهاتف وإطفائه قبل نفاذها 100% لكي تترك إشارة البث فعالة ريثما تعيد شحنها مرة أخرى قد نكون سلطنا الضوء على الهواتف الثكية كثيراً وذلك لأنها الملقة الرابحة في التكنولوجيا الخبيثة اليوم وفي النهاية وفقاً لهذه النظرية فإن التكنولوجيا ليست وليدة العصور الحديثة أو من احتراع الهرب بل هي قصة قديمة جداً كجبت في وقت لا نعلم عنه شيء وعادت اليوم في صورة خارجية وداخلية متناقضة أما الخارجية فهي مساهمتها في تقدم البشرية وتوفير وسائل الراحة والأمان والتقدم التبي والهندسي والعمراني وانتشار الحداثة بكافة تفاصيل حياتنا بما يخدم مصارح البشرية